بسم الله الرحمن الرحيم ودكتور قال له انا مش عارف دكسش ولا شرخ ارجع البيت وتعالى لي الساعة كام ساعة تسعة يكون الاخصائي جه وعرضك عليه فعلا مشي وقال حيعمل ايه وبعد كم ساعة تعب تاني فراح المستشفى قبل دكتور نفسه وقال له روح مستشفى دكيرنس العام اتجبس هناك راح هناك ما عندناش دكتور ومن هنا انا بقول طالب اهالي بناء بيد محدش يتعب قبل الساعة تسعة علشان يكون يا جماعة الدكتور موجود يا معالي وزير الصحة شوف مستشفيات الاقاليم بيحصل فيها ايه حالتها يرثى لها ما عندناش علاج خالص في الاقاليم اذا كان وضع مستشفياتنا في القاهرة سيء للغاية تفتكر انت هيبقى وضع الاقاليم ايه سكان الاقاليم لهم الله منسيين في كل حاجة ولكنهم موجودين الحكومة اللي عندنا دي حكومة القاهرة واسكندرية وبس ما اللي اشدعوا بالاقاليم سبعتاشر مواطن جت اسمائهم في كشوف مكافآت امتحانات نص السنة في ادارة بنها التعليمية اتضح ان هم اللي عملوا في المدارس يعني لا اشرفوا على امتحانات ولا دخلوا مدارس من اصله ولا ليهم اي حاجة بالامتحانات طيب ازاي خدوا مكافآت وازاي اتحطت اسمائهم ومين دول اصلا حد يقولي حد يجاوب ايه الفساد ده كله عندنا طفل عنده 8 سنوات مات اثناء اداء والامتحان بالمعهد الديني عمر بن عبد العزيب الاسمالية بعد ما واقع اتعرضت جون كرة القدم على رأسه مين المسؤول عن دم الطفل البريء ده مين اهمل ومين تقاعص ومين ما شفش شغله طيب يا طرى مين حق ومين عاقب ومين تحمل مسؤولية خطأه مفيش يا خوفي لا يكون مفيش هو فعلا مفيش مش عارف اقول ايه خلاص خلاص تعالوا بقى لنروح ونشوف الناس بتشتكي من ايه بتشتكي من مين وبيقول ايه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة